حسناً أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة اوه اسمك هناك من يسرخ النجدة لقد عليك السمت قادم من الجر هيا بنا النجدة النجدة اتهاماني حمنا لله أنكم هنا لقد عليك على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك آه عسى استغاثة ماذا يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإقصائي سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي أنا؟ آه حسناً آه آه رمية رائعة يا فاتن آه 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 عجباً ما هذا؟ أين ذهبت العصة؟ آه الاستغاثة؟ آه لقد انطلقت منها الجرف سأتصل بالإطفائي سامي آه آه نور استغاثة انطلق من الجرف لا بد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك eyesight ناك بالبروحية الحمد لله جاء فادي جاء الإبعاء الثاني انتبه كنت أذهزهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخارفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول شمشوم يريد منا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها عندنا الجزامي تلك شاحنة فتحك أحسنت صنعا يا شمشوم لقد فعلتها فاتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فاتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حضيرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي أعطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربان سيدي الفواق لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسنا لنرتح هنا قليلا ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلة ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر؟ أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أتنجده 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 قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير ليلى في متجر الصغير ستجد كبية قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما المن وفتح يجيهما وشرفا صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى إنما كنت أخطئا فهم متقاربون جدا سيتهي سبق بالتعادل مالان لا 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 أصدق سامي وليلى آلة سباق السيخان الثلاث يلا الروا أطلق النجاح يلاه من سباق جميل أحسنتم أحسنتم اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي ماذا؟ انظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارئة حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخاف ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسفد لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته آه يا 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 أمزكت بك يا فارس النجدة 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 انظر سيدي حالة طارئة صبياني عريقاني على السفر يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر آه إنه ولدي محص وولدي فارس حسنا سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكوناه سيدتي وسادتي وهو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي آه ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتساءل لمن هي؟ آه إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمان مذهل رائع رائع للتزحلق أرايتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاءً اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك إهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لأخذي للأطفال فقط صل سلك الأمان حسناً ها أنا ذا واحد اثنان ثلاثة النجدة لقد علقت أنزلوني هذه فعلتك وغلقتك أنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء يسامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة فهد فهد لا من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحباً مرحباً الإطفاء يسامي الإطفاء يسامي من هذا أنا محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسناً نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء يسامي وهو قادم حسناً يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمناً مدهش كان ذلك مدهشاً جداً هل أنت بخير يا تامر؟ آه أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة حسناً سامي لا عليك دلي سأحرص على أن تكوني بأمان ابتعدي أمسكت بك أحسنت أيمن يوجد رسالة يا ممهاون فارس ومحسن عالقان في أعلى شجرة سنجعل فهد ينزلك بسرعة يا أيمن أماني تولئ إدارة قسم الإطفاء أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصياً لا أستطيع التمسك أكثر من هذا يجب أن تفعل ذلك انظر رائع تمسك يا محسن هل سننقذ هما كما أنقذنا دلي سامي؟ ليس هذه المرة يا أيمن يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم لا مشكلة سامي بسرعة لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا أفلت الغصلة يا محسن سنمسك بك رائع هذا ممتع ابقى هادئاً يا فارس سأنزلك بأقصى سرعة شكراً سامي أعتقد أن هذه لك صحيح؟ آه نعم بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة فلن أقول شيئاً بشأنها شكراً لك يا رئيس قسم الإطفاء شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل وكنت طياراً بارعاً تكاد تكون ببراعتي عندما أخفت رئيس قسم الإطفاء سليم كان علي أن أعلم كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط لا غير صحيح حسناً بقي أمر واحد أعطني جهاز التحكم عن بعد شكراً يا محسن سيصادر طائرتي بسببك أرأيك؟ لا يا فارس حان الوقت لأريكما كيف تجعلاني هذه الطائرة تطير حقاً وبسرعة نعم بدأت أتذكر الطريقة هيا طيري طيري يا طائرتي طيري أستخدمي طائرة مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ أه لا محصن غانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة يرفض الجديد لا سبيحة أطلب المساعدة سأتصل بالإطفائي ثاني ها؟ صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي؟ أجب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريباً لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سابين؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسم غانم عليه أوه لا ما تجري ما حصل؟ رأيت ماذا فعلت؟ يا للعجم ما هذا؟ أيمن جهز خرطيم الماء أماني أبعد الجميع حسناً سامي ليتراجع الجميع لطفاً فقد يكون الصاروخ خطيراً هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسناً لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من موادك خطيرة؟ لا أذكر أبداً لم أنجز إلا ما كتب هنا وأضفت المزيد من كل شيء أم تأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف، ظننت أنني أستطيع صنع صاروخي رائعاً كصاروخي فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيء أن تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي، وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخي فتحي أيضاً ليس تماماً، عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجها إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي، وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو، لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة، أربعة، ثلاثة، إثنان، واحد مش مش محاصر في قبو مليء بالماء، وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا، وسنذهب لإنقاذي على الفعور يبدو أن القفلة تعطل أماني محطة، لا أستطيع تحريكه أيضاً، لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولاً هيا تعرقوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي، فهيا إذن، لنذهب طبعوا موفقاً موسيقى آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن، إنه في الداخل، صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي، اقفز هنا يا مشمش، لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء، أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته، أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل، سامي أمسك ذراعي يا فتحي أه، انت سام، أوه مشمش، أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق، على الأقل أنت بأمان نعم، شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي، لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن، كل شيء في وقته، أليس كذلك؟ نعم، كان عليّ أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المدخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي حياً، نحن إنّ تراشق منخ من فهد إلى الإطلاق يا سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا آمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً من روحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن هل تحاول وخافتي؟ أوه وصلت تامر نستطيع العرضة إلى المهد أنا جاهل هل الجميع بخير؟ أوه سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجاعته ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاجه إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه أحسناً سامي جاهزون لا تقلق لدينا شائع لا تقلق لدينا شائع محسن غانم علقة في البئر حسناً هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للمزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتاً إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظاً طيباً خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكراً يا أمي مكادوا نصل يا أماني إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسناً يا أماني أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أوه أليس شجاعة أوه 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 لقد أوقعت كل نقودي لا تبالي بذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استحدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكراً يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعداك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض أهبط بالطول وبالأرض أهبط بالطول وبالأرض أهبط أهبط أحسنك صنعاً يا أيمن بقي شخص واحد عليه الإنزلاق كلب ينزلق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أن أنا في الأعلى لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجراف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء يسامي أحسنت يا ميشميش وداعاً يا شطيرتي أهبط أهبط فارس ومحسنت أهاني في البحر بلغنا أن صبييني مفقوداني في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا ميشميش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيداً عن اليابسة آه 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 آمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجده ما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء آه ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاءً اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جداً وسنكون أشبه بإبرة آه في كومة قش كبيرة ها هاي هاي هنا هنا نحن هنا نحن هنا هاي 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 أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريباً شكراً يا فاهد انتهى أنا آسف يا سامي نملا في القارة مرحباً يا فاهد مرحباً يا فاهد مرحباً يا فاهد اخرجوا حريق هيا اخرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد اطلق الحبل الآن ودعنا يهل حب الصغير شكرا يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصخيح إلى اللقاء وشكرا لا مشكلة يا فاتن حسنا يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفا ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدركت بذلك؟ هيا ذهبي أضي إلى منزليك ماذا؟ شواء تامر أشعر نارا؟ في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتم لدرسي هذا الصباح حسناً يا عيمن؟ يبدو أنك ستأكل استجق في وقت أبكر مما ظننت أمل أن يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا عيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تبتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا عيمن حاضر سامي هيا تراجعوا جميعاً من هنا أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكفيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمري انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي؟ آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما شكراً لكم أمضيت وقتاً في التغطيط له ويشرفني القول أبي أبي كومة الأسميدة لا تقاطعيني فاتن يشرفني القول إن كل عمل الجاد هو أبي أنظر إنها تحترق أنا لا أفطق هذا اتصلوا بالإطفاء يسامي الأسميدة تحترق في منزل فتحي ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً هيا تراجعوا جميعاً اتركوا الأمر للمختلفين ساميوا أماني في طريقهما إلينا هيا أماني في طريقهما إلينا هيا أغف Raymond هيا أماني في طريقهما إلينا آين أليس شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحريق واحدة؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنتي وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبروا بي أن تطلب المساعدة أوه شادي الحمد لله أوه ظمنت أنني لن أرى اليابسة مجدداً انتبه شوك الصديق فينا أوه 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 لا عجلة القيادة تحتمر لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه لا أحتمل هذا مطلقاً هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي زامي مشكلة في البحر؟ آه؟ رسالة أخرى؟ يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج آه انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجباً أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم هيا بنا أخيراً إنهما أماني وساني سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن ارمي لي حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا ساني وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي سوف أمزلك بسرعة لا 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 سوف أثبتها سيدي هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير أنا بخير مجرد روتين يومي أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بتأكيد لا إنها لي لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي حادث في الباحر؟ إنه أوه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقوم بهذا العمل سأذهب بدلاً عنها السيدي متأسف أيمان أماني هي الخبيرة هنا هيا أخذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسناً إنه يوم حافل جداً لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا أسفها سيدي لا أقوى على تنفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسناً أماني ابقي مكانك المساعدة قادمة أيمن أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا أظن أني مصابة لحمة لنخرجك من هنا انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة النجدة لقد علقت محسن شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحريك قدمي أبداً عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقلق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه متجري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بالسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظننت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلتها لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق وأخيراً بدأ العمل اتظروا مهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب نوحي التسلج حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلعتك رائحة المروج أيمن تقطع الكهرباء عن المتجر أسد ألسبي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق أخبر لا لا لقد علقت النجدة هيا اسحماني ساعداني هيا بالسرعة المشكلة في أذني إنهما أكبر من أذني أوه هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب قد عطل ماشت فقد طلقت ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علقة بين قطبان السياج؟ سامي وأماني لم يعوداً وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئاً نيناء 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 أنا آمن أيمان مستعد لأداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أول أده أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيماً ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي يله من رجل إطفاء الإطفاء أيماً دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة هناك نافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر؟ أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأس ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أن نشده أن نشده أن نشده أن نشده إنه صوت والدي محسن أن نشده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير محسن هل أنت بخير؟ أصدت في قدمي وهي تؤلموني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجب أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جرياً سيستغرق هذا أسابيع كثيرة ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ليلى كبية قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريباً إنهما المن وفتح جديدهما وشرفاً صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كنت أخطي أنفهم متقاربون جداً سأنتهي اسمق بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلى ألد سباك السيخان الثلاث يلا الروح لقى النجاح يلاه من سباك جميل أحسنتم 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 إقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سامي هذا ليس عدلاً محسن يا غش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلاً اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقاً يا محسن قلت إني سأولى أن ترجمة نانسي قنقر انتظر يا ساحب يترجمة نانسي قنقر امرار احمق م حسناً من إليدا هاي